مرحبا برج الحمل اهلا بكم في قراءتكم العمل خلا يشوف يا برج الحمل طاقتك خلال هذا الشهر اشلون رح تكون اول جانب عندنا جانب المشاريع والوظيفة فارس الاخصان او فارس النار هذا انت تهب الى المساعدة وفي يدك الشعلة وراها ثلاث الاكواب عمل جماعي وننتهي بعشرة الاكواب طبعا مثل ما تعرفون عشرة هو اعلى رقم في التارو لكل المجموعات اكتمال الشيء نضوج الشيء اشوف ان يا برج الحمل عندك الكثير من ناحية العملية وحتى في البيت الكثير من المسؤوليات اللي حتى متداخلة في بعضها من كثر من كثرها متداخلة في بعضها صير وايد عندك ضوضاء وفوضى مضطر انك تنسق بين عدة جوانب في نفس الوقت لذلك ان دائما هنيت تهب الى المساعدة ما يمديك ترتاح من مهمة او عمل قمت فيه في الوظيفة في مشروعك الخاصة وحتى في مشروع الاهل اذا انت تعمل فيه بزنس عائلي الى يطلع لك شي جديد تضطر انك ايضا تروح وتسوي النصيحة لك خلال هاي الشهر انت تعتمد على ثلاث الاكواب العمل الجماعي راح تكتشف انه مو فقط انت اللي تقدر تحمل الشعلة الشعلة لوحدك لما تحملها لوحدك راح تستهلك تستنزف تكون تعبان خل المقربين منك اللي تثق فيهم اللي تحبهم سواء كانوا في مكان العمل سواء كانوا في مشروعك الخاص مشروع الاهل اللي تثق فيهم خلهم يساعدونك تناوبوا ولو كانوا مثلا في الوقت اللي انت تعمل فيهم تعبانين في الوقت اللي هم يرتاحون يعملون وانت ترتاح يعني اعكسوا دائما اعكسوا اعمل معهم خلال هاي الشهر وايد محتاج الى التنسيق مع هذلين الاشخاص اللي في حياتك الفريق اللي عندك مهما كان ممكن يكون اخ زملاء عمل نسق معاهم لان مع بعض جهودكم الجماعية رح تتدفق يكون في طاقة الماء طاقة الانسجام لا تعتمد فقط على طاقتك المستقلة بروحك لا اعطهم جزء من المسئولية سواء مثل ما نقول شيء اسمه delegation عشان تصل خلال شهر يوليو الى عشرة الاكواب تصلون الى مرحلة تقدرون شوي ترتاحون فيها وتقولون نجحنا نجحنا في اننا وصلنا مشروعنا او وظيفتنا او احلامنا لمستوى معين مع بعض هذا النجاح نجاح مشترك ترى كأنما يا برج الحمل اشوف ان نجاحك على الصعيد العملي انت تعتقد انه فقط يعتمد على جهودك متى انا احس الوظيفة متى انا احس المنصب ولكن جمال واقعك يكمن ان انت واحد ضايبك والمقربين منك صعودكم رح يكون متناسق مع بعض او مكتوب يعني كتبة الهية انه تصعدون مع بعض لما مثلا اخوك يتخرج في برج بعد طلعت له نفس الطاقة الطاقة مشابهة مثلا لما اخوك يتخرج يحصل على وظيفة انت ترقى مع بعض شي فيه هارموني فيه انسجام فركز انت على هاي البيئة اللي عندك الاشخاص اللي حاولون يصعدون الاشخاص اللي تقدر تطق فيهم تعطيهم جزء من المسئوليات عطهم لا تشيل كل العب لوحدك يعني هاي الفارس فارس سريع نعم يهب الى المساعدة ولكن سرعان ما يستنزف ننهي الشهر بعشرة الاكواب عشرة الاكواب هو اكتمال السعادة داخل البيت اللي يريد ان يتخرج تخرج اللي يريد ان يحصل على وظيفة حصل سعادتك خلال هذا الشهر في الحياة العملية مربوطة ايضا باداء من تحبهم عشان تريد اقول لك نسق معاهم نشوف جانب الاموال يا برج الحمل برج الحمل كريم خلا نشوف عندك كرت العالم دائما يعني ختام مرحلة معينة او سفر كرت رقم صفر تعرفونه هو كرت اللي دائما اسميه المشاقب او الاحمق اللي مستعد يقفز من اعلى التلة والعالمة انت خلال هذا الشهر بداية من هذا الشهر حان الوقت لان تري العالم الوانك الحقيقية شخصيتك الحقيقية لان انت قاعد تعكسها في طريقة تعاملك مع الاموال تأتيك الاموال اشوف ان رح تأتيك الاموال ولكن او اتتك حتى احتمال من شهر ستة ابتدت تدخل حياتك انت هني ما بين اختيارين اختيارين ما تقدر تجمع بينهم يا يمين يا يسار الاختيار اللي يسار يقول الاموال اللي تأتيني انا برج الحمل اعيد استثمارها في جوانب ستنمي هاي الاموال من اجلي مثلا اذا عندي الف دينار استثمره في شيء احطه في شيء يظهر لي اموال اكثر بعد فترة بسيطة هاي الالف يصير الف ومئة الف ومئتين لحد ما يصل الفين ويضاعف المبلغ هذا هو تفكير التجار هذه هي عقلية الانتروبنور الرائدين في مجال الاعمال وان كانت الاموال تشوفها مو وايد ترى كثرت الاموال التجار على مدى التاريخ اثبتوا لنا ان كثرت الاموال مو هي الطريق اللي وصلوا بها الى احلامهم وانما طريقة تسخير الاموال اللي تأتيهم سواء كان مبلغ زهيد انزين يا ما نعرف احنا قصصهم بنوا كل امبراطورياتهم على مبلغ سهيد من الاموال سواء كان مبلغ زهيد اللي يأتيك او مبلغ كبير لا تتأثف طريقة استخدامك له هو اللي يحكم انت وين رح تصير من بعد شهر يوليو عندك هني جنبه الخيار الثاني يمين المشاغب المشاغب هو اللي يقول ما عندي مسئوليات ما عندي ديون من حقي اني استمتع كل الاستمتع في الاموال اللي اتتني احنا ما نقول انه لا تستمتع يا برج الحمل ولكن على الاقل خل في مبلغ لنفسك تستمتع فيه تسوي فيه اللي بخاطرك وفي مبلغ تعيد استثماره تعيد استثماره من اجل ان ينمو غدا هذا الكرت يقول كل فلوسي رح اصرفها في اشياء انا محتاجها في اشياء اللي طالما رغبت فيها دائما في شي رح يكلفك شي صرف الاموال رح يكلفك ان انت ما تقدر تستثمرها هذه هي الرسالة لك وهني عندنا النصيحة النصيحة العالمة العالمة هي الحافظة اللي تحفظ ايضا عندك خيار ثالث الخيار الثالث اذا من ناحية الاموال يا برج الحمل اذا حاليا عندك اموال او بتأتيك اموال خلال هالشهر ومو عارف شلون تستخدمها هل اصرفها اصرف جزء واستثمر جزء اذا لو بستثمرها استثمرها في شنو الخيارات كثيرة الخيارات كثيرة روايد عندي اشغال في الفترة الحالية ما اقدر اخذ خيار اذا مشغول يا برج الحمل افضل شي تسوي ان انت تحفظ اموالك تخبيها اتوفرها تحطها في مكان امن على جنب لحد ما تتفرغ من هاي المهمات اللي شفناها عندك في الحياة العملية تتفرغ صير عندك شوي وقت وطاقة ان تضعها في مكانها الصحيح هذه هي النصيحة اللي اشوفها لك هنا ولكن شوف كل ما صرفت انزين راح تقل الاموال اللي عندك وحتى لو كنت محتاج الى هاي الصرف الضروريات لابد منها كل ما صرفت راح تقل عندك الاموال اللي في جيبك اللي تقدر عن طريقها تنمو الالف وصير الفين وصير خمسة الاف هاي الطاقة وهاي النصيحة اللي موجودة لك في الناحية المالية خلا نشوف ناحية الدراسية برج الحمل عندك ملكة النار انت قادر ومستطيع ومتمكن هذا عنصرك وهذه هي ملكتك ملكة الاخصان تسعة السيوف كل القلق عندك مخاوف بخصوص الدراسة مخاوف بخصوص حتى اختيار التخصص تغيير التخصص نتائجك في الامتحانات عندك مخاوف بشكل عام من الدراسة ولكن دائما تسعة السيوف دائما نسميه الكارت اللي مو موجود مخاوفك مو مبنية على حقيقة لا مبنية فقط على شي داخل نفسك يعني مو حقيقية مو موجودة مخاوفك أربعة الخماسيات تريد أن تبقى في مكانك المريح شوف يا برج الحمل كأنما الرسالة لك خلال هذا الشهر لا تخاف أنك شوي تجازف في أمور الدراسة لا ترضى فقط أنك تنجح لا تقلل من تقدير نفسك أنت مو الآخرين يقللون تقديرك أنت هذا الشيء يشوفه قاعد ينبع منك أنت ولا ترضى بالدرجات المعتدلة هذه هي الدرجات المقبولة المعتدلة جيد أو جيد جدا أنت تقدر في هذا المجال اللي أشوفك تحبه ولكن في نفس الوقت خايف منه تقدر أنك تتربع على عرش التميز والتفوق والإنجاز فلا ترضى بمقام الحمامة وأنت مستواك مثلا صقر هذه هي الرسالة لك تقدر تحقق أكثر بكثير من اللي قاعد ترضى فيه من ناحية التحصيل العلمي قاعد أنت تقلل من تقدير حتى جهودك أنت تفكرنا مثلا فقط أقدر أدرس في الفترة الحالية لا أنت تقدر تدرس وأيضا تعمل تدرس وتتدرب تدرس وتبحث هذا الكار دائما يقول بما معناه أطلق لجناحيك العنان أطلق طاقتك الداخلية لا تخلي المخاوف الخوف من المجهول والخوف من التغيير هو اللي يحدك أنت قادر على أن تحصل على التميز في مجالك الدراسي أو في تحصيلك العلمي خل نقول برج الحمل بخصوص الهجرة ستة الأكواب في مكان في دولة لطالما تتمنى أن تذهب إليها تخترق في عليهم نفس الحاجز أو البابل النفاخة البالونة اللي تحاول أن تخترق في هذه الدولة تذهب إليها بما معناه قدمت أوراقك حاولت أنك تجتاز المعايير حاولت أنك تقوم بكل اللي في يدك من أجل أن تحصل على الموافقة لأن هذه دائما كان حلمك عندك حلم من بعيد ابتدى من زمان ولحد الآن يراودك في الهجرة ينتظر لك السيف الأول كأنما شوف لا تحصل على السيف ما هو السيف دائما السيف الأول لا تتمنى أن تذهب إلى هذه الدولة ليس فعلا المعايير وإن كان الجواب السطحي هو الإشتراطات المعايير قبولهم لطلب الهجرة ولكن أنت محتاج السيف ستقدر تخترق أو ستأتي القبول ستأتي الموافقة لما تحصل على السيف ما هو السيف دائما السيف الأول الخماسي الأول رقم واحد هو أمر من الله سبحانه وتعالى لأن دائما يكون معاونة ربانية شي مرسل مباشرة من الله سبحانه وتعالى فأمورك اللي تعسرت طالما في السابق في الهجرة أنت كنت تعتقد أنه بسبب اشتراطات بسبب أنظمة نعم ولكن بسبب أن أمر الله لم يأتي في ذلك الوقت تأكد أنه في الفترة القادمة لما يأتي أمر الله ما هواء إلا مسألة ترانية توقيت لما يأتي أمر الله مهما كانت الإشتراطات مهما كانت الصعوبات أنت رح تقدر تتجاوزها حتى بأقل جهود ممكنة بأقل جهود بدون ما تتعب نفسك وتذبح نفسك وتظل تفكر وتتعب لا أمر الله سبحانه وتعالى إن أراد شيء أن يقول له كن فيكون هذا بخصوص موضوع الهجرة نعم فهنا مسألة مجرد انتظار وتوقيت حتى تحلى بالأمل لحد ما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى نشوف بجانب الصحة عندنا الكوب الصغير ملك النار نعم و المسؤوليات هي اللي امتعبتك يا برج الحمل وعندنا كرت برج القوس الاعتدال أو التوازن temperance إهمالك لنفسك يا برج الحمل على مدى تشوف على مدى فترات طويلة لأنه عندنا الملك الملك ياخذ وقت عشان ينضج أسلوب حياتك كأنما أشوف برج الحمل صار لفترة طويلة قاعد يتبع أسلوب موصحي من أجل نفسه حتى طلعت أو بانت عليه أعراض التعب أو المرض تشوف الملك هنا يظهر عليه التجاعد شن أشوف عندك خلال هاي الشهر يا برج الحمل لازم تنتبه على صحتك بما يخص السوائل في جسمك أشوف هنا برج الحمل كأنه ما ما يحب ويد يشرب سوائل ولو قرر أن يشرب سوائل دائما يذهب إلى الشاي يذهب إلى أي سوائل ما عدا الماء انت هنا اللي تحتاج الماء قاعد أشوف عندك بوادر ارتفاع في السكر أو حتى بعضكم يمكن مصاب بالسكر زين ما وصل إلى مرحلة خطيرة ولكن ابتدت عندكم مضاعفات في المسالك البولية في الكلا في التهابات الكلا إذا عندكم هاي العوارض إذا ما عندكم معناتها صحتكم زينة وهي الرسالة مولاكم ولكن إذا عندكم بما معنى اللي محتاجين إن تشربون الماء لا أدوية ولا طبيب ولا أي شيء اللي ناقص عندكم من سنين من فترة طويلة هو الماء الماء والشمس التعرض الصحي كأنما تشوف أنت هنا قاعد تكت الأكواب دائما ما يعجبك شرب الماء متعود أن في يدك كوب شاي كوب كوفي كوب عصير كوب لاتي لا أنت هنا محتاج أن ترجع إلى الطريق القديم وهي شرب المياه لأن فيها صحتك وفيها كل هاي المشاكل اللي تأتي لك من الكلية والسكر يتذهب ترى الجانب القانوني ملكة النار أو الأخصان مرة ثانية تكرارت عندنا كرت العالم أيضا تكرر عندنا وثمانية الأكواب أشوف هنا يا برج الحمل فيه أشخاص يحاولون يلتفون عليك يحاولون يقنعونك إما أن ترضى بتسوية أو توقع معهم على عقد وهم يبون يبونك توقعه عشان يربطونك قانونيا أو يقيدونك قانونيا بما أنه عندنا كرت العالم الذي لاهحد mock second وهي أحد الأبراج الأساسية هذا الكرت العالم فيها أربعة الأبراج الأساسية لكل مجموعة مجموعة الهواء عندنا البرج الرئيسي الدلو مجموعة النار البرج الرئيسي الأسد مجموعة التراب البرج الرئيسي الثور ومجموعة البرج الرئيسي العقرب ولكن ما عرف ليش هنا يمخليه الرمزة النسر انزل هذين الأشخاص من أحد هاي الأبراج ما تمكنوا منك يحسون ما يقدرون يسيطرون عليك لأن كفة القانون دائما التسويات اللي قاعدة تصير داخل المحكمة أو الجهاز القضائي تميل إلى صالحك فآخر شي رح يحاولون أن يسوونه أن يوقعونك في الشباك عبارة عن توقع عقد أو توقع اتفاقية توقع مساومة أو تسوية خلي نقول نصيحة لك أن ما تصدق كلامهم وما تقع في هذا الفخ لأن ما لقوا طريقة ثانية يعرفون أن كف القانون رح تكون إلى جانبك أنت عشان تذيح حاولونه قيدونك فلا تخاف أو لا لا تبعث أمام العروض اللي يأطونك إياها ظل مثابر ظل تحرك من أجل نفسك وظل طالب بحقك في رواق المحكمة وصلنا إلى القراءة العاطفية ودائما أقول لكم اعكسوا إذا حسيتوا أن الطاقة العكسية يعني مثلا إذا القراءة تقول أن الشرك هو اللي صد ولكن أنت تعرف نفسك يا برج الحمل أنت اللي صديت اعكسها اعكسها انزل يقول لك ذلك الشخص الذي تتحرك الغالية غيرة من سنب لطيبة يتدلل ثانية على عاشقيه المولهين ويعاتبهم أشوف هنا في شخص معين دخوله وخروجه من حياتك كان سريع أو تغيره عليك كان سريع السبب هنا غيرت تشوف الناس اللي حوله الناس اللي عينهم عليه انتبهوا لك وصارت في غيرة صارت في غيرة صار في محاولات تخريب لذلك هو تدلل ثانية وابتعد عنك ابتعد عنك وكأنما يعتقد ان الغلط فيك أو كأنما انت اللي سويت شي يا برج الحمل انت ما نكذم سوى ان هاي الشخص ورا حاشية ورا اشخاص حاطين عينهم عليه ودائما غاروا منك غاروا منك فاخرجوك من المعادلة خلا نشوف خروجك مؤقت ولا دائم يقول لك ويمروا علاقة لا مسرعا كالريح فماذا نعمل وقد مضى كالعمر في عجلة وسرعة هذا الشخص طريقة ابتعاد عنك طريقة دخوله وخروجه هاي السريعة من حياتك او حتى طريقة شنون تغير عليك بين يوم وليلة ما عطاك فرصة لا تعبر لا تشرح لا تحاول تعمل على الموضوع لا تفسر له ولا يفسر لك على طول اخذ قرار تسرع يمكن انك تتعامل مع برج مائي او هوائي يا حمل وطلعته الجميلة من وراء شعرها المتهدل كأنها الشمس النيرة امامها الغيمة والسحاب هذا الشخص اللي اقول لك عنه بغض النظر احيل الكلام لمن هذا الشخص اللي اقول لك عنه لما يكون موجود في حياتك وبروحها الوضع بينكم يكون جدا جميل احلام وردية ولكن على طول الشمس شفت الشمس على طول يكون حولها الا ما يصير مثل غيم وسحاب على طول حوله اشخاص يعملون اما نوع من التخريب السحر العين محاولات تخريبية هاي الناس دائما يتبعون ما يتركون في حاله لذلك طلعت الجميلة دخوله في حياتك او وضعكم الجميل مع بعض ما صار لاستمرارية لان في هاي الناس هاي الناس اللي حوله الطرف الثالث واشوفه مو شخص واحد مجموعة من الناس اللي غرضهم التخريب من الشمس تطلع وتشرق يأتي السحاب يحاول يغطي نورها وهذه هي طاقتك انت يا برج الحمل طاقة الشمس ولقد اجرت عيني سيلا من الدمع في كل الانحاء والاركان حتى ترتوي بها شجرة تسروك فتزدهري وتزدان قدمت التنازلات انت يا برج الحمل قدمت التنازلات صبرت تحملت ولكن وصلت الى كأنما طريق مسدود لان مبادراتك ما تمرد عليها من قبل هذا الشخص كأنما مبادراتك وصلت الى صد الكون وظلت تمشي بروحها ما كان في رد ما كان في رد على اتصالاتك ما كان في رد على محاولاتك هذا الشخص في ابتعاد عنك عايش حياته يعني ولقد تخطى غمزات عينك الجسورة فتره قدمي ولكني ادعو الله ان يهيئ لها ما تريد فتفكيرها صائب الوضع اللي انت في يا برج الحمل وان كان متعب لك نفسيا عاطفيا مو مرتاح مو مرتاح ان في شخص ظلمك واللي ظلمك عايش حياته طولة بعرض سعيد يبتسم امانية تتحقق وانت المظلوم تحس بالكتمة انت تشوف انه ما في عدل ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا هو العدل الوضع اللي انت فيه الحين هو العدل لا تنظر الى الوضع بشكل صفح ان انا المظلوم وانا اللي ما اخطأت وانا اللي خسرت لا تفكيرها صائب الله سبحانه وتعالى ترى يؤيدك انت وإلى جانبك انت الوضع المؤقت اللي يضحكون في هؤلاء الاشخاص وقاعدين يخربون فيه هذا مجرد تهيئة من الله تهيئة لشيء اكبر قادم في الطريق شنه هو يكون الشيء بنشوف واذا كان ماء الحياة هو ما تحتويه شفة الحبيب فليس نصيب الخضر الا لمحذن من السراب الخضر هو عليه السلام هو اللي واقف على او حارس ماء الحياة حسب اللي نعرفه فكأنما اهني انت تعتقد شوف الشيء اللي انت موجود فيه وهم يا برج الحمل انت تعتقد انك خسرت الحبيب وانه هو موجود معاهم لانه حاليا هو مؤقتا انصت اليهم وصدقهم وموجود معاهم وحاليا مؤقتا الكفة صارت لصالحهم لا العدل الالهي ما يعمل بهذه الطريقة العدل الالهي يعمل بطريقة اللي يضحك في الاخير اللي يضحك في الاخير انزل نرجع الى الخضر وماء الحياة شوف فيه شيء وهم عندك في في علاقتك مع الشريك انت تعتقد الاسباب الاولية تقولك بسبب تدخل هاي الاشخاص صار فيه بعد بينك وبينها صار فيه بعد بينك وبينها لأسباب اعمق اسباب الهية اسباب تخص التوقيت اسباب تخص هذا الشخص كأنما انت انت ترى الخضر اللي واقف على ماء الحياة ولكن هذا الشخص هو اللي ما استوعب هذا الشيء وهو اللي ما وصل لفهم من هو برج الحمل في حياتي لأنه ما وصل الى هاي الفهم والادراك لذلك صار فيه ابتعاد وان كانت وان كنت تفكر انه بسبب هذلين الاشخاص والله طبعا ينصرك على من ظلمك وينصر الجميع ورأيت عينك المخمورة ورأت عينك المخمورة حب قلبي لك فمزقت كبدي وكأنها التركي المخمور يميل ولا شواء من كباب هذلين الناس يمكن لا يريدون شريكك او الشخص اللي فيه بالك لا يريدون ولا اصلا كانوا حطين عينهم عليه ولا حتى رغبانين فيه ولكن مجرد رأوا لمحوا في عينك انت او سمعوا شموا ريحة ان انت يا برج الحمل عينك عليه ابتدت تتعلق فيه ابتدت يصير فيه بينكم حب قطعوا عليك الطريق صار فيه تمزيق مزقوا العلاقة كأنها التركي المخمور يميلوا الى شواء الكباب الكباب اخذوا منك اخذوا منك هذا الشخص انت زعوه حتى ما اخذوه انت زعوه لمجرد العناد لمجرد ان يعاندونك انت لمجرد ان تخسر انت لكن اذكر دائما ان الشاطر اللي يضحك في الاخير وليس لروحي الضعيفة وجد لسؤالك ولكن ما اجمل حال المريض الذي يتلقى الاجابة من حبيبه انت كأنما في يدك الحين حاليا ما في يدك شي تسوي ترى يا برج الحمل سوى الدعاء الدعاء هو سلاحك يقولك ما اجمل حال المريض الذي يتلقى الاجابة من حبيبه رح يأتيك الجواب بعد فترة الجواب اللي حين انت الدورة وتحاول ان تلتقفه اخوة هذا الجواب رح يأتيك الى حظنك الى المكان والمحلة اللي انت موجود فيها يا برج الحمل اللي انت تسعى وتدور وجده سؤالك تسعى عليه السؤال هو اللي رح يقع في حظنك او سوري الجواب الجواب اللي يقول اللي تشوف هذا الشخص شريكك يرجع يعتذر اللي يرجع يقول لك حقيقة اللي صار يبرر لك بدل ما انت تبرر له بالعكس يبرر لك شنو اللي صار وانه مقاسف ويكتشف هاي الالاعيب يكتشف هاي الالاعيب رح تصير بعدين ما اجمل حالك انت يا برج الحمل لما اصير هذا الشي والله ينصرك على من ظلمك انزين اخر بيتين نقول لك فمتى تستطيع عينه المخمورة ان تنظر الى قلب حافظ الجريح وهي نشوة لا تعي توزع الخراب في جميع الانحاء هذا الانسان لحين في حالة نشوة وسكر سكر مو حقيقي سكر نفسي لحد الان ما ادرك الالاعيب اللي قاعدة اللي انحاكت تجاهك وتجاهي يا برج الحمل لما يدرك لحد الان كأنه ما في حجاب على عينه في طمس في سحر في محاولات تخدير عن طريق السحر عن طريق الالاعيب حتى مو بس السحر لما هو يصحى من هاي الالاعيب لما هو يكتشف يستيقظ صحوه حقيقية للحياة رح يأتيك لحد محلتك انزين ويكتشف كيل هاي القصة اللي صارت ولكن يأتيها الاكتشاف بعد حين لانه هني يقول لك متى التوقيت الشيء اللي الربط او الشيء اللي نحاك من اجل تمزيق علاقتكم رح ينكشف بعدين رح يرجع لك حقك دائما برج الحمل من الابراج اللي يرجع لهم حقهم ولكن بعد حين المسألة الحين متى مسألة انتظار مسألة توقيت مسألة متى يأمر الله سبحانه وتعالى اننا خلاص حان الوقت النهني نكشف المخفي ونفك عوق برج الحمل عديد برج الحمل هذه كانت